موسيقى تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات بمقاطعة وسط لشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية متمثلة في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير مشروع بالمخدرات الصلبة هيروين كوكايين والاتجار بالبشر هذه الشبكة متكونة من 14 مشتبه فيه 4 من جنسية جزائرية و10 آخرين من جنسية أجنبية تتراوح عمارهم بين 20 إلى 45 سنة من خلال التحريات التي قامت بها ذات المصلحات تبين أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل كانوا يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين والهيروين عن طريق ابتلاعها في شكل كابسولات ليتم بعدها استخراجها ومسجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضاري بما يعرف بمادة تشوشناو أصفرت العملية على ضبط 1 كيلو و500 غرام من المخدرات الصلبة ممثلة في 780 غرام من مادة الهيروين 670 غرام من مادة الكوكايين 50 غرام من القنب الهندي مبلغ مالي يقدر ب86 ألف دينار جزائري و100 يورو سيارتين سياحيتين 13 هاتف نقال مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المسج وتحذير المخدرات كومبيوتر محمول